السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم جميعا ابناء الامة المغربية العظيمة. اه صراحة ما كنتش بغيت نتكلم قاع اه واحد الموضوع اللي اللي ضرني فراسي وشو شرني بزاف وموضوع اه اللي صراحة كي يحزف الخاطر. كيجي واحد شخص كيقول للناس غادي نبيع لكم اه كورب تسعمية وتسعين درام. اه مهم اه جمعت معلومات اه بزاف الاخوين اللي يتكلم في الموضوع شنو رأيك في هذه وبما انك ناشط اه في تويتر وناشط مع العلم انا انني لا لا اعتبره نفسي ناشط انا اعتبره نفسي محرر رأي اه الناشطة معروف واليوتيوبر معروف انا محرر رأي يعني ماشي ماشي بمعنى اخر لسوا محترفا في هذا الميدان. ولكن منش في هذه المسألة هذه بردني خاطرين. اه اصفت لي بعض الاخوان بعض الفيديوهات قلية علاش ما تليش القناة ديالك مع الادورد. قلية مشكولة قلية شناف دك الكورو. ده بداخلني عليك بالله والنبي رسول الله. هي اللي كتسمعني. اه تكري او تلي لاشين يوتيوب في الادورد. الادورد ديالاش وشنا هو الادورد وشنا هو الادسنس. الادسنس. كتجي شريكات اليوتيوب. كتدير عندك فلاشين ديالك اللي بسميتك. اعلانات. وكتخلص لك على دوكل اعلانات. بواحد نسبة مئوية. الادورد شنا هي. الادورد ديالا كان بيع واحد سلع. كان مشي عند الجوجل ادورد. شنا شان قوليهم. شان قوليهم مع الله رحم لكم الوالدين. دوزوا لي هاد الاعلان. باش كي يجي والقناة المختبر السياسي مثلا وكي نشروه. كي يجي هادش سياسي يقولك لي قناة او آآ افتح كونت في الادورد ماشي في الادسنس. هادي تخارباقة. هادي بعدها تسمى تخارباقة. تانيا الشخص اللي بغي يعلمني كيفاش نطلع قناة قناة المختبر السياسي اللي قناة متواضعة جدا. محتواها يالله بغيت نبدأ نخدم على محتواها. يالله بغيت نحركها شي شوية من المحتوى السياسي الى المحتوى السياسي الحقيقي. محتوى خارج آآ الاستوديو. محتوى خارج النطاق الضيق. كتحقق. حسن من ديك القناة اللي هو ناشط عليها. تصوروا معايا هاد الشخص هذا اللي كي يهضر قناة المختبر السياسي تتحقق عدد مشاهدات كتار من هادك السيد اللي بغي يعلم الناس عدد المشاهدات. او كيفاش يطلعوا المشاهدات. انا لما كان عمر لا ديسكريبسيون الاول وش حالك نطلع دي المشاهدات. كي يجي كي يعني هذا يحز في النفس. نزيدكم حاجة اخرى. آآ تيجي تيقول الناس مثلا. من مشاهدات الفكرة. الى بغيت تتبيع واحد المنتوج لو تدي لي الاشار كي يخصصك تدير واحد الخطوات معينة. ايو اشوف كي الخطوات الاول وبغيت تنشأ محتوى بالنسبة للمغاربة. عندك فكرة قارشة شوية. ولحت ما ما قارش. اغطى الله الافكار موجودين كوجل في بزاف ديلا الافكار. انا مثلا مؤخرا كنت غير في اطار النقاش شفت غيرت صويرة دي الواحد خينة ما عنديش معاها. آآ ضرتني خاطرة على الشكل اللي راه فيه. بغيت نضحك انا على دولة على قدها غنغير 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 المحتوى نسبيا. علاش غننخلي تحليلات وذلك الشيء. ولكن غادي نبدأ نخروج ونبدأ نصوار وهذا كتاب وقال فولان وقال هادي وقال هادي وطلعت نحن فيني فيني تصور الامور وهدي وهدي وكان وكان تنبأ على انه هذك الفقرة اللي غادي نفتحها خارج نطاق التحليل السياسي او الاختبار السياسي. غتحق مشاهدة كتر من ذلك الشيء اللي كان. فالي كانت غير التحليل او الاختبار السياسي بهذا المستوى فكيفاش غادي كل مستوى الاخر اللي غادي ربما غادي نسلط الضوء على شي حويش اللي ما عمرش مغريبي حط فيهم رجليه ولا عمرش مغريبي شايفو مقع. يعني الناس اللي عارفين بعض شي شوية دي التاريخ وبعض شي شوية دي الاضرحة ربما كان الاضرحة اللي ما عارفين هو مش الناس. ومنها كدلك الرد على بعض الاتجاج وذلك منين غادي توصل لها داك المستوى رابلا ما نخلص لعشر الاف ولا لا الف ولا عشر الاف درم. غادي نوصل لدك المستوى اللي سيكون. بشكل آلي. واي قناة يوتيوب اخدوها مني كتجريبة. اي قناة يوتيوب. سير اخويا اعلموا لانا. بالدال محتوى ديالك. سير اعلموا لانا. وخف اللول كين بزاف ديال ارتيبة كين بزاف ديال زوبستاكل كين بزاف ديال مشاكل كينين بعض الناس اللي آآ ما دمتا محبوبا هناك كلبون اجرى بك راهو كضروري. خودها آآ اخودها كقاعدة. راح قناة المختبر السياسي رات تعرضت في بداية العام الوحد الهجم شارسة لايقافها ورغم ذلك هي استمرت وهم اللي وقفوها. اباش نكون واضحين. كتآمن بواحد الحاجة سير اخويا. كمل. باندلك على صح. كون راني على صح. باندلك خطأ. ارجع وقول كان اعتادر. احسمحوا لي يا را ما شفتش هادي. ورجع واعتادر. وكمل. وسير على مولانا. وخليك. قدم رأيك. اعطي فكرة. قرأ شي حاجة دير معا دير لها قراءة في كتاب. دير خلاصة واحد كتاب. دير شي حاجة. اقسم لك بالله. العام اللول ما غتحقق والو. غتقف العام غتولي تشوف النتائج. يا كفي خص المتابرة. انا اقسم بالله لك يطلقوا معي الدرار اللي قرأوا معي المصر تقول لي وانتك في القناة تبدل مجهود خرافي. هذك المجهود الخرافي اليوم تتوجه الحمد لله بكتر من سبعة الاف اه متابع. اكتر من سبعة اه ديران كان بان في شي بيت مباشر. خارج الاوقات اللي معروفة. البيت مباشر من العشية العشية كان ناقش في شي موضوع عكا وكان حرك شي شوية ناقش. وصافي. على هذا الشي قد تخلص الف درامة هنا نخلص لك في سبعة دقائق. لي قانت قانت ديرك اتسنس. من بعد ما تكمل الف قانت ديرك اتسنس ديك الساعة غايت تحلك كل شي وتتحرك مع رسلتك على خاطر خاطرك وبدل مجهود وصرف شي شوي على القناة ومرة مرة زيد اضافات مرة مرة غير شي حاجة مرة هذي مرة هذي كلها مرة زيد فكرة والحمد لله في مدزة شي حاجة الوراء الاتسنس ما تعولش عليه بعد العامين اللولة ما تعولش على الاتسنس ما يخلص لك حتى الانترنت ولكن استمر 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 ولكن بقى تحدث مرة مرة تغير مرة مرة دير تغير هنا تغير هناك وبقى وانتا غادي ان شاء الله غتلقى الاهداف او غتوصل للاهداف ديالك اما اخويا دك دك البرامي شو دك الليكور ودك شي واقسم لك بالله الى هادوك شنو كيديرو كيشوفوا واحد الناس بكل بساطة كيقولوا في الانترنت احنا لاباس علينا ما لاباس علينا احنا لاباس علينا ايلا بغيت تدير لاباس بحالنا اجي خلص لي الفين درهام هنا خلص لي تلاف درهام هنا خلص لي ربعة لف درهام هنا انا لاباس علي عندي الفلوس وباش تقول لي بحالي خلص لي عشر الاف درهام هنا وهي غادي هادك عنده الفلوس انطلاقا من ديك الفلوس لكي يجنى من الاخارين هات الناس بغوا يديروا نفس الاتجاه بكل بساطة وانا نصيحة لنعطي لأي واحد اي انسان هو دير محتوى زوين اقسم بالله انا انطلاقا من عندي انا انا ندعمك نشر لك القناة ديالك دير غا محتوى زوين بعد غا منتفا انا نشرك عندي نشوف مع الناس المتابعين القناة اللي عندهم قناوات الناس اللي اللي زوينين بحالك كان صفتهم ترسل معاهم نقولوا معافكم مش يتفعل هاد القناة هادي 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 اقسم لك بالله الى انتوحدون ووحدون جهود ديالنا حتى اقسم لك بالله حتى في اقل من عام حتى غدا تلنصي القناة مع العالم على انه وراها ضربت انا عام ما كينش الدعم من تيش يجيها حتى في التعام عاد كانت الدعم من قناة الاخ حاتم المرابط وقناة الاخ اه مبارك المغريبي وقناة اه الاخ يوسف ازروال قناة اخي يوسف لاين قناة اه الاخ اه قناة الاستاد محمد بن داحا قناة الاخ اه مباركيني كيني بزاف ديالاخوان وكان شكرهم من هاد المنبر يعني شوفوا الاخوان انا دك الشي كامل اللي غادي نتخلصوا عليه الف دراما انا غنلخصوا ليكون في جملتين واحدة حب دك شي لك تبغيه امن بيه كري القناة ديالك بعد من تفاهى خدم تواصل مع الناس ان شاء الله يكون خير مكين لا الف درام لا الفين درام انا كان هدراع معاك انطلاقا من تجربة شخصية في قناة المختبر السياسي تقدر تكون قناة المختبر السياسي فاشلة ولكن غدا ولا بعد غدا مآمن بها انا غدا توقف لانه بكل بساطة مآمن بدك الشي كامل دير تحية لكم جميعا